أهلا بحضراتكو من جديد كابتن حشيش قبل الفصل كنت بكلم حاك عن دور منطقة الكاهرة في تجميع العناصر الميازة في العمار السنية كانت تشترك بهم في بطولة زي بطولة اليابان احتكاج دولة لعبة الصغيرة وده دور مهم بتساعد من المنتخبات بعد كده بص احنا أسامة طبعا بنمشي على حسب الأجندة الدولية أو الأعمار اللي عندها مسابقات يعني موليد 2006 و2003 السنة دي هنعمل لهم منتخبات عشان يبقوا دول يعني يغزوا المنتخبات بتاعة 2006 و2003 عندنا منتخب أساسي اللي هو الثلاثتاشر سنة اللي هو السنة دي 2009 ده بنشترك كل سنة ده لسه هتبدأوا تشتغلوا عليه طبعا لما طبعا يبدأ المباريات بتاعتهم وكده بننزل لجنة من عندنا لجنة فنية بتبقى مختصة بانتقاء بقى اللعيبة بنجمعهم ونختار منهم العدد لوقت السفر ده احنا بروح طبعا اليابان دورة عاصم العالم دورة قوية طبعا تعرف اليابان وتنظيم اليابان وحاجة يعني كاس عالم مصغرة يعني فبدأ بيدي اللعيبة الصغيرة 13 سنة بيدي له احتكاك وبتعود طبعا ان هو يعني راح مع المنتخب لان المنتخب القاهرة اسمه في الاول وفي الاخر برضه منتخب مصر في بطولة زي دي يعني وبقابل كمان مدارس كتيرة يعني من الارجنتين ومن البرازيل ومن الصين ومن الاحتكاك مهم جدا جدا ده كل سنة يعني بنطلع طبعا السنين اللي فات السنة اللي فات واللي قبلها كانت موضوع كورونا مع الطالة الدنيا انما اعتقد السنة دي انها هنبدأ في تكوينه يعني كذلك برضو فيه منتخبات مهمة جدا عايز اقولها برضو عملناها في سنة من السنين قبل موضوع كورونا وهنعملها السنة دي كمان منتخبات البراعم كويس قوي نتكلم على العشر و11 و12 و13 الاعمار اللي موجودة المسهم ده طب بدل بتكلمت على موضوع البراعم منطقة القاهرة كانت هي اللي بتحط كل شروط المسابقات للبراعم تمام هي اللي قدرة هي اللي دايما اللي بتنزل الملاعب السنة دي اتحاد الكورة ولجت مسابقات في اتحاد الكورة هي اللي حطت شروط المسابقات للبراعم صحيح سلبياته واجبياته طبعا احنا كل سنة بنبقى مسؤولين عن البراعم من الالف للياء تنظيمها وازاي شكل المهرجان وشروط المسابقة والتغييرات والمساحات وكلام ده كله من خلال ان احنا بنقبقى اقرب للمديرين الفنيين لان احنا ادنا في الموضوع موجودين على طول في المهرجانات دي فبنا نعرفين يعني السلبيات والاجابات والحاجات دي المسابقات طبعا من اتحاد الكورة السنة دي جنة البراعم يعني تعليماتها واضحة وصريحة من اتحاد الكورة فطبعا التعليمات دي ما نقدرش نخالفها جنة بعض الكلام على بعض حاجات معينة فيها في البراعم بالنسبة للتوقتات وبالنسبة لمساحة الملعب والزمن المباراة بالزبط كده حتى في 2010 الجهزة الفنية شغالة على الملعب كله بعد كده تعليمات 18 18 انا كنت اتمنى يبقى فيه تنصيق بين اللي بيحط اللواح وبين المسؤولين في قطاعات الناشئين وبين المناطق يبقى فيه اعادة فيه اعادة مع المديرين الفنيين او رؤوسات القطاعات كلها المختلفة في القاهرة ياخدوا قراءهم واطلعوا بالحاجة المسلى في شكل المهرجان يعني ده طبعا ما حصلش يمكن لظروف برضو ما كانش فيه مدير فني متعين لاتحاد الكورة فممكن يكون حد طبعا عمل الكلام ده بس انا اوعدك يعني واوعد الناس عشان الناس ما تقلقش هنبتدي على حسب الرؤية دي ومن خلال المهرجانات ممكن يعني نرفع الكلام ده لاتحاد الكورة ملاحظاتنا ونقدر نعدل يعني في ايدينا وده شيء ممتاز تعال بقى نوريك حاجة تاريخية في منطقة الكاهرة من موسم 65-66 اتحاد الجمهورية بص الناس تبص على 304 كده 304 305 دلوقتي اسم مين بقى محمد محمد علي ومحمد محمد صالح سليم مطر رقم 4 محمد صالح سليم 11-9-30 ده تاريخ الميلاد وده كشف فريق الدوري العام الممتاز اتحاد الجمهورية العربية المتحدة لكرة القدم دي من السجلات قيد اللاعبين وده قيمة الاهلي 11-65-66 هتلاقي كابتن محمود جوهري انزله شوية كده كابتن سايس وسعيدة ابو النور كابتن سعيدة ابو النور ومحمود يوسف الجوهري وطاق محمود اسماعيل كابتن هيكل كابتن عادل هيكل الشيخة اسماعيل كابتن مروان كنفاني وميمي عبد الحميد وميمي عبد الحميد كابتن ميمي عبد الحميد وطاريخ الميلاد بقى كمان هيكلة حسن الروبي طبعا الحاجات قديمة جدا جدا من الاتحاد الكورة كان يعني مسجلين احنا الحاجات دي عندنا في دفاتر والكلام ده كله ما كانش فيه لها كمبيوتر ولا حاجات من دي فكان بقى بص مانوال ودفاتر محتفظين بيها حاجات اسرية ترجمة نانسي قنقر